اشتركوا في القناة بمناطق الظل لانه ستساهم في القضاء على الوباء والحصول على المناعة الجماعية ونصل الى منسبة 70% من التلقيه سيساهم في اندثار هذا الوباء ان شاء الله اما الحصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا كحصيلة اولية نجد انه اليوم ان شاء الله ستكون انخفاض في عدد الاصابات ب317 اصابة اما بالنسبة للوفيات فستصل الى 18 حالة وفاة رحمهم الله حالة شفاء 235 وباقي الحصيلة وبالتفصيل سنوافيكم بها لاحقا من شكرا ترجمة نانسي قنقر